السلام عليكم أعزائي الطلباء والطالبات أهلاً ومرحباً بكم في آخر دروس الوحدة الثانية بعنوان ريسيدو في ودرسينا النهاردة إن شاء الله بنتكلم فيه عن آخر جزئية في الوحدة وهي اللو كوميونيكاسيون أو الاتصال والكوميونيكاسيون بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها عن موضعين مهمين جداً أو نقطعين مهمين أول حاجة لسوجي الموضوع وتاني حاجة لسيتي واسيو أو المواقف والموضوع النهاردة بنتكلم فيه عن حوار أو مقابلة ما بين صحفي وكاتب روائي وبنشوف نموذج أو تخيل الحوار ده هيكون إزاي وإيطار هي الأسئلة اللي هتيجي فيه والإجابة عنها بتكون إزاي أول سؤال بيقول متى ولت الإجابة لسيز مارس 1974 يعني 16 مارس 1974 أكلاج أفيفو كومونسيا إكرير في أي سن بدأت الكتابة أدوزو بيجيب الكاتب في سن 12 سنة السؤال الثالث كم عدد الروايات اللي انت كتبتها فيرد بيقول حوالي 45 رواية السؤال اللي بعد كده كالي بوترة شيف دوفر ما هو عملك الرئيسي آخر سؤال بيقول له كومونسي فو دورمون جيب سياون جنرال ما هو رأيك في الرواية المصرية عموما فيرد بيقول الفي دي بروغري يعني هي فيه تقدم ده نموذك أو تخيل للحوار اللي ممكن يتم بين صحفي ومبين كاتب رواي النقطة اللي بعد كده نتكلم فيها عن المواقف وردود متنوعة لنفس الموقف اول موقف معنا بيقول بوردومون دي لادات دو نيسانس للسؤال عن تاريخ الميلاد فيه اكتر من طريقة ممكن نقول كون ايدفوني متاولد كلي لادات دو بوتر نيسانس ما هو تاريخ ميلادك او بوتر نيسانس سيكل دات ميلادك ده كان فيه اي تاريخ تاني موقف بنقول فيه بوردومون دي الكريفان بريفيري للسؤال عن الكاتب المفضل اعجي سألواحد عن ايه هو الكاتب المفضل بالنسبة لك فبنقول مثلاً كون skip ما هو كاتبك المفضل او تون느覺得 prefer fortunately كاتبت المفضل من هو ممكن نقول كلي كريفان يしょتبات ت تفضل اسوالي يعني اي كاتب تفضل Rule لكن elerec Ho 스트�eres ممكن يقول ممكتب إن يكون السؤال العمل الأساسي يمكن أن يقول له كيف يمكن أن تقول لك و يمكن أن تقول لك بين كل أعمالك و ما أكثر و ما أكثر و ما أكثر و ما أكثر يجب أن تسأل لك كيف تتكلم يمكن أن تسأل صديقك كيف حصل على درجات عالية في الامتحان يمكن أن يقول لك يمكن أن يقول لك يعني هذا بفضل جهود أو مجهودات المدرسين يتعلم معي يمكن أن يقول لك يمكن أن يقول لك يمكن أن يقول لك أنا ذكرت كيف يمكن أن يقول لك أكثر من طريقة الإجابة على الموقف من خلال درسنا نتوصل ل كيف يمكن أن تسأل كيف يمكن أن تسأل تسأل صدقات المدرسين و ما كيف يمكن أن تسأل أي أجل يعني استخدام الأمثل لكل المصلاحات والتعريفات أو التعبيرات التي نقدرها لكي نكون قادرين على إنتاج جمل و جمل حوارية للتواصل مع الآخر السؤال يقول ويختار إجابة صحيحة للرد على كل من المواقف التالي أول مواقف معنا بيقول الكاتب الكاتب أو عفوا الناقد الأدبي هو الشخص كي ترغم كتب كي لي ايدون سونا في سيرانو فراج اللي بيقرأ هو يعطي رأيه في عمل معين ولا كي جوي درول أو سينما ولا اللي بيعمل أدوار في السينما أكيد طبعا لو كي لي ايدون سونا في سيرانو فراج اللي بيقرأ وبيعطي رأيه في العمل الأدبي تاني مواقف معنا بيقول يعني سألنا أحد العلماء عن عدد الجوائز اللي خدها فبيرد وبيقول جي ريسي مون دوكتوراه en 1914 حصلت على دوكتوراه في 1974 ولا يقول لنا لبري نوبل سيمون بروميير بري جائزة نوبل دي أو الجازالية ولا يقول لنا جي اوبتيني نوف بري أنا حصلت على تسع جوائز طبعا أكيد يقول لنا أنا حصلت على تسع جوائز أن السؤال كان عن عدد الجوائز اللي أخذ هذا العالم أو اللي حصل عليها هذا العالم الموقف اللي بعده كده دون لوتوبيوغرافي لوتور في سيرة ذاتية المؤلف راكونت ساوي برسونيل بيقول حياته الشخصية ولا راكونت لا في دي نوتري برسون بيقول حياته الشخص آخر ولا بيبلييه اونانونس ولا بيونشر دعوة معينة طبعا أكيد راكونت ساوي برسونيل بيحقي قصة حياته الشخصية ده بالنسبة للأوتوبيوغرافي رابع موقف الأخير معنا فور امبرانتي ارمو بوليسي عشان نقدر نستعير قصة وليسية نستعير قصة وليسية انسينا إلى الببليووتك بروح المكتبة انسينا إلى اللي براري ولا بروح اللي براري المكتبة برضو الذي تجد بيع あمارشي إلي السوق الفرق بان بيبليوتيك وليبراري في مكتب 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 جامعة ولكن مكتب مكتب بيع من الأصول وليس للإستعارة يبقى دي الفرق البيبليوتيك دي ممكن تسعير من هالكتب لكن الليبراري دي اللي بيع وشراء الكتب هي على فهم السيبوك كوب بربوطة تنصي وعبك نفهم اي او بيان تو